الله يسعد لي امور كون اخواتي اليوم كبيبات فتعالوا نعملون سوا يلا يا بسم الله مرحبا اخواتي حبايب كاستين برغل اسمر ناعم نشطفن شطفة سريعة شطفها متنقعوون بعدين من ننسفن هيك منشان نضمن انه ما فيش يمكبتيل وما فيش يمبرغل عبعضه ايو لكاستين البرغل اخدوا معي 3 اربعة كاست طحين اخواتي بس هي الحركة ما تعملوها لعما زوعت المطبخ فاتوا جيراني قالولي شكيتك لأ الله شو عم تعمل لك شو عم تشتغل بالطحين سوعت البناء اخواتي بعدين منرجع من نسفن هيك بايدنا منشان نضمن انه كل حبة برغل جنب حبة طحين بعدين منحط لهم ملح وكمون وبعدين بقى مبلج ندعا اخواتي كمان هاضي الشغلة عن نظار يعني هلأ انا البرغلات اللي عندي اخدوا نصف كاسة مي وانتوا نفس القصة يعني حطوا ربع كاسة مي ودعاكو وكل شوي زودو شوي لحتى تصير المعكوان العجينة بها القوام هادا هادا الشكل المطلوب هيك امورها جيدة جدا ويلا خالتي بقى دعب لي لعم اضليت ثلاث ساعات ونص عم دعب الكاستين برغول لعم اعلا يعيني النسوان بس ليكو طلع شكلون عالعالم ها اخواتي هلأ بدنا نسلقون بدنا مية عم تغلي ومننزل فيه ملوح وكمون ومننزل تقريبا ربع الكمية ما تكتروا ومنشان ما يعجنوا على بعض حبايب لبين ما ينسلقوا رح نعمل احباشاتها شوي دبس فليفلة سنتين ثلاثة توم نص ليمونة حانضة وبخت زيت زيتون ومنقلبهم بقى هادي هي اخواتي وهدوني خمس دقايق بستو يعني ما تدركوان ودغطو بيفرطو والله بيفرطو اخواتي سحبناهن وبس بردو مننزل فوق الحباشات تقليبتين ثلاثة وهاضي هي الكبابات هلا بنعمل بقى تعيد دبس الرمان بنفس المية اللي سلقناهن فيها شوي دبس فليفلة كام سنتين ثوم حبت دبس رمان شوي طحاميض قلب تقليبتين عالسريع ونزل لكبابات فوقها اخواتي هاضي هي اشو كيميا كبابات اخواتي منصلي عن نبي ومنرستقن بشوية بقدو ناس وهدون رشت زيت زيتون وكمان حبت بقدو ناس وقلولو نرقدو وهلا بقى هلا منسمي بالله ومندوق شو عملنا يا لطيف عدبس الرمان يا محمد يا اخواتي ما اطيبة والله اكله على العالة حبايب اشتركولي بقناتي على اليوتيوب من بعد امركون والمام تابعني تابعني وجربوها بنفس الطريقة الف صحة وميت هنا وحياتي اتو اشتركوا في القناة